طريقة عملية وسريعة لحل النزاعات بعالم البزنسز في لبنان أسبوع الوساطة عم بيطلق المركز اللبناني للوساطة التابع لغرفة الصناعة والتجارة والهدف تعريف قطاع الأعمال على وسيلة لحل أي نزاعات بتخلق بين طرفين بطريقة عملية وأقل تكلفة بمساعدة وسطاء محايدين من المركز نحن مدربين عشرات من الوسطاء في لبنان يكونوا محامين ممكن يكونوا مش محامين ممكن يكونوا رجال أعمال ممكن يكونوا ناس عندهم طبع الصبر وعندهم طبع التقريب بالوجهات النظر بيكلفهم 1% من قيمة الشكوى بينما بيكلفهم إذا رحوا على القضاء اللبناني 725 ومحسب الإحصاءات تقريبا للحكم وبيكلفهم 30% بالقضاء اللبناني المركز بيهدف لتخفيف الملفات عن القضاء اللبناني ولمساعدة الشركات والتجار عن نمو أعمال وخلق فرص عمل بتشجع اليوم المستثمر الداخلي أما المستثمر الأجنب اللي بيجي من برا هذا أول مركز وساطة غرفة بيروت بتطلقوا بلبنان ومركز الوساطة والتحكيم صار مركز متوسطي معترف فيه وهو اللي يغطي لبنان وسوريا والأردن ومصر وتركيا واليونان وأبرس بدورة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي وقعت اتفاقية مع مركز الوساطة لاعتماده كحل نزاعات لتنضم بالتالي لعدد من الشركات ولنقابة تجار مالي الإبان وبحسب المركز البيب مفتوح للانضمام